استهدف طيران الحربي الروسي مدينة ادلب بأكثر من ثماني غارات جوية بالصواريخ الفراغية وايضا القنابل العنقودية استهدفت احدى الغارات كما تشاهدون مبنى كلية التربية والعلوم في محافظة ادلب وهو اكبر مبنى للجامعة ادلب في المحافظة نتج عنه اضرار مادية كبيرة ولم ينتج عنه اي اصابات نتيجة العطلة التي اطلقتها ادارة الجامعة نتيجة تدني الظروف والاوضاع بعد استهداف الطيران الروسي لمدينة ادلب لأكثر من اسبوع متوالي بالغارات الجوية الروسية معنا هنا الدكتور جمعة مرحبا بك دكتور اهلا خيارين وسلم تحكي لنا شو اللي صار حاليا اليوم نحن 25-2017 اتخذت قرار لرئاسة جامعة ادلب بإيقاف الدوام لمدة يوم واحد نتيجة الظروف الأمنية التي تتعرض لها مدينة ادلب طبعا كان الاستهداف مقصود ومتعمد لانه تعمد بشكل مباشر القبو الذي يحوي جميع المخابر الموجودة في كلية التربية وكلية العلوم وكانت الاصابة كما يقولون محققة والكل يعلم ان الجامعات هي حرمات وهي اماكن محرمة هذا الاستهداف المتعمد المقصود منهو هو تجهيل مباشر للشعب في مدينة ادلب ونحن نقول لهم هنا اننا باقون ما بقي الزيتون في ادلب ففعلوا ما شئتم اننا باقون نعم يذكر ان هذه الغارات جاءت بعد اسبوع متواصل دامي من استهداف الطائرات الروسية وانضع طائرات النظام التابعة للنظام السوري وطائرات الاحتلال الروسي اسبوع متواصل دامي لمحافظة ادلب عموم محافظة ادلب ومدينة ادلب ليلا ونهارا لا تكاد تتوقف الغارات الروسية عن عموم المحافظة كانت كما ذكرنا احدى هذه الغارات في مبنى كلية العلوم والادارة والتربية في جامعة ادلب حتى اللحظة لم يسجل اي اصابات او شهداء نتيجة العطلة الرسمية في عموم المحافظة سواء في المباني الحكومية ايضا او في الجامعات والمدارس لوريانت نيوز مسلم سيد عيسى مدينة ادلب